أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشان تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير يبحث مجلس الشورى في جلسته المقبلة المرسوم بقانون الذي يتكون من ديباجة وأحدى عشرة مادة أكدت لجنة شؤون التشريعية والقانونية بالمجلس سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية ويرمي المرسوم بقانون إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنفيذ مبادئ ومفاهيم تنمية المستدامة ودعم الميزانية العامة للدولة بإيجاد مصادر تمويل للإستمرار بل لإستمرار تمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية وذلك عن طريق تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية مقابل إنشاء مرافق في مناطق التعمير الجديدة من المطورين العقارين ترجمة نانسي قنقر